مباراة لإسماعيل مبارح في وقتك شوية؟ والله أي حاجة إجابية للنادي الأهلي طبعاً بتطوأ جداً يعني يعني ما فيش أجمل من أن الأقل واحد يعيش انتصارات الأهلي لما تكون كمان بشكل كويس ومحترم الناس تتكلم عليه كويس وفيه اللحظات المتعة المطلوبة في مشاهدة كرة القدم يعني فيه فنيات وفيه حاجات بتتعمل والحقيقة كمان اللي خلى الصورة تكتمل أن الإسماعيلي كان ند وكان مادم واحدة من أفضل مبارياته فالتابلو كله كان على البعض وحل وانت قاعد في البيت بقى ومريح إيه اللي لفت انتباهك من قضايا الرياضة بقى والكرة في اليومين اللي فات دول قلت يا أصدر إبراهيم أنا كل مسرح أدعل تزعل أدعل مفيش حاجة بتتغير أصدر إبراهيم مفيش حاجة على الصلاحة بتتغير والناس بتزعل مننا لما بنتكلم بصراحة يعني ما زال نفس الناس اللي بتاخد الكلام وتكتزق وتخرجوا عن صياق وموجودين ونفس الناس اللي هي عمالة تلسن وتشوهلك أي حاجة أي أخبار كذبة أي إشعاب موجودين وبعدين اللي أكتر من كل ده بقى لما بتشوف الدنيا حوالينا إزاي بتخطط لكرة القدم وإزاي بتحاول لأنها تطور من نفسها في نظام يعني صارم جدا بتطبع الزغير الكبير والكود الأخلاقي بيسبق أي شيء يعني ما تشوف الدور السعودي بكل نجوم العالم فيه وطريقة السيطرة والانضباط اللي بتحصل فيه تزعل على حالنا إحنا إيه ليه بقنا كده أنا سامعك أنت بتتكلم على ضيئة التحكيم اللي هي تلس ترباحها من صنع أسرة التحكيم ما تقوليش إن الحكام بتوعنا يعني ناقصهم خبرة ولا عايزين يتطوروا ولا ما يعرفوش القانون لا المشكلة إن متاهة حتى السوديات التحليل تحس برضو إن بدأ يدخلها نوع من الشخصانة عايزين يحرجوا حد عايزين يتكلموا على حد يجيبوا حالات وتجاهلوا حالات الموضوع بقى مفيش فيه نوع من الخدمة العامة الصادقة اللي تاخد بإيد المواطن وتريحه تقدم له متعة التنافس الشريف هو أساس المتعة بقينا عايشين في حالة من الخصام والخلاف والتحفيل وتليح الكلام وكل ده وفيه ناس كتيرة داخلة في الموضوع ده أصحاب كلمة أصحاب رأي النعقد والمعلق والمحلل والصحفي واللعب القديم واللعب يعني إحنا بنجرجر الدنيا وراءنا الحاجات غلط وغيرنا عمال بيرتب أوراقه عشان ينطلق ويقترب من الناس المتطورة فمش عارف تخريطها هنفوق إمتى يعني إحنا إمتى هنشعر أن إحنا إحنا زخلنا كرة القدم القرى إحنا وأسيوبيا والسودان وجنوب أفريقيا إحنا أنشأنا الاتحاد الأفريق إحنا الأعرق ورغم هذا وعلمنا الدنيا كلها وقدمنا مدربيننا وقدمنا كوادرنا الإدارية تأسس وتبني وتعمل وبعد كده سبنا الدنيا كلها ماشية صح وبدأ إحنا ناخد كتالوجنا الهيصة اللي إحنا ماشي فيها يعني وصل درجة أن أنت تلاقي نبر التشفي عند ناس يعني للأسف في إصابة لعب إمام معشور يعني إمام معشور يعني أولا وأخيرا ولعب هايل جدا من حق إذا ما الكوية فتقدوه بس إنت بعته وبيعته بمبلغ كبير ما ديش تقول لي كبري عشان يبقى سلمة الكبري دي جدء من البرنامج الانتخابي للناس بتتكلم فيه في الزمالة إنا مش بتوع الكباري مش هنسبح الكباري والكلام اللي بيعجب الناس لكن لما ما تنقص مضمون تلاقيه كلام فارس وفي حد بقولك بيقى لعب 3 مليون يورو عشان يتعمل عليه الكبري ده كلام يعني كبري إيه كلام برضي بيه الناس علشان يعني أبرر بعض الحاجات اللي عندي لكن مش هي ديش حقيقة الحقيقة أنت عندك العيد ثابت راح تتاج بالضبط أنت فاكر فاكر لما اللعبة اللي ثابتنا وكان أحيانا يحدث تحامل عليهم كنت أنا بقول للناس خلاص سموهم بقى ما يكون زعوا بيهم بس أحيانا اللعب هو اللي بيخلي الناس تتكلم عليه يعني لما العيب يسيب نادي خلاص ما يدقيش جماهيره أبسط حاجة يحترم مشاعرهم وخلاص يخلص لمكانه يا إبراهيم بالضبط بالضبط ويبدأ ويسيب الناس استمتع به إنما يوصل الأمر للشماتة الغريبة اللي حصلت مبارح والحمد لله يعني إن الإصابة جات خفيفة الحمد لله ولكن لأمتى ولأمتى ولي بتهدي بقى إنه ولا هتاخد مني هاخد منك يا هو تشوء الانتقالات ما كل انتقالات العيبة وكله عاركة فلوس وأموال أنا أبني نفسك راضيا صح صح